أهلاً أعزائي مرة تانية من بحيرة طبرية اللي بميز تعليم يسوع المسيح روح وحياة تعليم يسوع يغير ويؤثر في نفوس السامعين بهتت الجموع لأنه سمعوا أشياء لم تسمع من قبل عادةً بيقتبسوا ويقولوا هكذا قال الرابي وهكذا قال المعلم لكن يسوع المسيح أحبائي هو المعلم الصالح وهو معلم المعلمين وفعلاً هذا القانون قانون الذهب والقاعدة الذهبية بتثبت قمة بل عظمة بل خلاصة بل زبدة تعليم يسوع المسيح انطبقنا القاعدة الذهبية فعلاً الإنسان ممكن يصل إلى كمال النضوج والرجد ونتشبه أكثر بيسوع المسيح القانون الذهبي هو يعني بكل بساطة هو مبدأ النعمة النعمة عطية الله المجانية التي لا نستحقها القانون الذهبي هو المحبي الكاملي وهذا مقياس المحبي اللي بيطالبه يسوع المسيح القاعدة الذهبية هو المبدأ للخير والرحمة تجاه الجميع فإذاً إذا منطبق القاعدة الذهبية فهي المبدأ للعلاقات الصحيحة في المجتمع تخيل مجتمع عن بمارس تعليم يسوع المسيح تخيل شو بكون شكل هذا العالم الرب يسوع ختم بالقاعدة بقول هذا هو النموس والأنبياء وعندما سئل يسوع المسيح عن هذا الموضوع قال أنه كل الشريعة هي بكلمتين تحب الرب إلهك وتحب قريبك كنفسك فالمحبة هي تكميل النموس يعني بتحط كل الكتاب المقدس تتكلم عن المحبة الإلهية المحبة الغير مشروطة والمحبة الغير محدودة هذه المحبة وهذه القاعدة الذهبية بتظهر المغفرة وعدم إدانة الآخرين حب العطاء والكرم المحبة للجميع حتى الأعداء القانون الذهبي هو بكل بساطة أنا ببذل قصار جهدي بطريقة إيجابية حتى أكون إيجابي وأطبق هذا القانون هذا القانون بيأخذنا أحبائي إلى عمق جديد وإلى بعد جديد ويحلق من ناحية تانية فينا في السمويات في تطبيق هذا التعليم الجميل ترجمة نانسي قنقر